بين هدنة طويلة أو خارطة سلام هش، تشهد الرياض تحركاً متسارعاً لترتيب الصيغة النهائية حول ما تسميه بعض المصادر بخارطة سلام أولى. كان المساء اليمني قد حصل من مصدر خاص على صيغة التسوية الأولى، والتي تقضي بفتح كل الموانئ والمطارات والطرق بما في ذلك طرق تعز. تنص مبادرة التسوية على أن تتكفل السعودية بدفع مرتبات جميع الأطراف لسنة واحدة، وتصدير النفط والغاز وعائداتهما ستكون للحكومة عوضاً عن تبادل الأسراء الكل مقابل الكل. تقول مصادر أخرى، إن هذه هي فحوى خريطة سلام قدمها السعوديون في وقت سابق، أضيفت عليها تحديلات من بعض الأطراف. يبدو أن اليمن يقف على مشارف اتفاق وشيك، غير أن لا أحد يدرك ما هي مكاسب اليمنيين وما خسائرهم من هذه التسوية. فهناك من ينظر لهذه التسوية بكونها تعمق مأساة انقسام الدولة وتقاسم أراضيها من قبل الميليشيات المهيمنة على الجغرافية. للحوثي دولة من عاصمة وميناء ومطار وجيش وسلاح وحليف قوي في المنطقة يضمن له استمرار الدعم المالي والعسكري. وقد جاءت التسوية لتمنحه شرعية على الأرض وتمنحه السيطرة الأمنية والسياسية في مناطق شمال اليمن وتنقذه من أزمة المرتبات التي تؤرق مضجعه. ومثله الانتقالي الذي بات يفرض نفوده على محافظات جنوب اليمن بكل امتيازاتها من موانئ ومطارات وجيوش تتقاسم ولا آتها دولة التحالف السعودية والإمارات. وطارق صالح بات هو الآخر يؤسس لدولته ولديه جيش ومطار وميناء وأطماع بخنق تعز لتشكيل محافظة جديدة. يبدو أن التسوية دون حل أو معالجة لجذور الصراع في اليمن ودون ضمانات من عودة الحرب وإعادة إعمار اليمن وجبر الضرر هي تسوية عرجاء ومجرد تخدير لأوجاع اليمنيين. إذ يبدو أن الاتفاق المحتمل يعني نهاية للصراع بين السعودية والحوذي، فيما تسعى من خلاله الرياض لإغلاق باب الأزمة اليمنية على أطراف الصراع المحلية مقابل تأجيل للأزمة لمدة عام قبل أن يعود الصراع على النفط وحروب السيطرة على المناطق بين الميليشيات المتناحرة. أفق غير واضح بعد قد يقضي على أحلام اليمنيين دون أن تشهد البلاد استقراراً وتحسناً في ظروف معيشتهم، غير أن لا أحد يدري إن كانت هذه الصيغة من التسويات إيجابية أم عاملاً لمزيد من التعقيدات في المشهد اليمني.